تقترب العقارب من ساعة الصفر والصفر هنا هدف بحد ذاته لإنهاء التهديدات للمناطق الآمنة التي تعتزم تركيا إنشاءها شمالية سوريا وبعمق 30 كم كما درج على التذكير بها المسؤولون الأتراك خلال الأسابيع الماضية آخر هذه التحركات الميدانية ما رصدته وكالة الأنضول التركية من إرسال الجيش الوطني تعزيزات عسكرية كبيرة إلى خط الجبهة مع مدينة تلرفعة إحدى الأهداف المعلنة للعملية العسكرية التركية المرتقبة والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب مصادر من الجيش الوطني قالت لوكالة الأنضول إن التعزيزات العسكرية انطلقت من مدينة عزاز المجاورة لمدينة تلرفعة وتضمنت مدرعات وقاذفات صواريخ وتأتي التعزيزات العسكرية الجديدة في إطار استعدادات ومناورات مكثفة يقوم بها الجيش الوطني في الفترة الأخيرة قبل شن عملية محتملة ضد قوات سوريا الديمقراطية برفقة الجيش التركي في المنطقة كل ذلك يتزامن مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوان العائد لتوه من قمة حلف شمال الأطلسي والتي قال فيها إن العملية العسكرية المرتقبة شمالية سوريا ستكون من أكبر العمليات التي نفذتها تركيا وإن العمل عليها سيكون بشكل تدريجي وستنفذ في الوقت المناسب مضيفا أن المجتمع الدولي سوف يتفهم دوافع هذه العملية ومع تواصل قرع طبول الحرب شمالية سوريا وقرب انطلاق خامس عمليات أنقر لتأمين حدودها الجنوبية وإنشاء المنطقة الآمنة لم يتبق أمام المتابعين والمشاركين والمترقبين للعملية العسكرية سوى انتظار شارة البدء أو الانطلاق اشتركوا في القناة